التساعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جريناتش مجازو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تعزيز دور صندوق تحيا مصر باعتباره مكملا لجهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والدعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى معاشاتهم وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المجتمعية وذلك بالشاركة مع أجهزة الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مستشار الرئيس الجمهورية للشؤون المالية اللواء محمد أمين حيث صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض نشاط صندوق تحيا مصر والدور الذي يقوم به على صعيد العمل الاجتماعي والتنموي وأضف المتحدث الرئاسة أنه تم عرض مهم لمساهمات الصندوق خلال الفترة الماضية وما يقدمه من خدمات للمواطنين في جميع أنحاء مصر وتم في إطار هذا الإشارة إلى العديد من الأنشطة التي قام بها الصندوق من بينها دعم الأسر الأولى بالرعاية والأيتام وذوي الهمم بالإضافة لتنظيم قوافل للحماية الاجتماعية بالتعاون مع الجماعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني وتوفير المواد الغذائية والكساء والمستلزمات المعاشية المتنوعة للمستفيدين من خدمات الصندوق قال الرئيس الأوكراني فلودمير زيلنسكي أن ألمانيا وأوكرانيا اتفقت على توريد أنظمة صاروخية إضافية للدفاع الجوي من تراز باتريوت إلى كييف وجهز النسكي الشكر إلى المستشار الألماني أولوف شولز مضيفا أن هذه الخطوة ستقرب أوكرانيا من إنشاء درع جوي متكامل حيث سيساعد ذلك في الدفاع عن السكان والمدن والقرى وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرا تنفيذيا يحضر بعض الاستثمارات الأمريكية الجديدة في الصين في التقنيات الحساسة مثل رقائق الإلكترونية كما سيفرض متطلبات باختار الحكومة في حال الاستثمار في قطاعات تكنولوجية أخرى يأتي ذلك في الوقت الذي فرضت فيه الولايات المتحدة حضرا على الاستثمارات الخارجية للشركات الأمريكية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة خصوصا الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية في بعض البلدان وفي مقدمتها الصين وفق ما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت الصين عن أن الإجراءات الأمريكية الجديدة لتقييد الاستثمار في التكنولوجيا الصينية تعطل أمن سلاسل الإمداد العالمية وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية أن الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي جو بايدن ينحرف عن اقتصاد السوق ومبادئ المنافسة العادلة كما يؤثر على قرارات التشغيل العادية للشركات ويدر بنظام التجارة الدولية يأتي ذلك فيما أوضح متحدث باسم السفارة الصينية في العاصمة الأمريكية واشنطن يو بيانج يو إن الصين استشعر بخيبة أمل بعد القيود الأمريكية على الاستثمار ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن رئيس البلاد كيم جونج أون أقال رئيس الأركان العام للجيش باكسو إيل ودعا إلى مزيد الاستعدادات لاحتمال نشوب حرب وحتى على زيادة إنتاج الأسلحة والتوسع في التدريبات العسكرية وخلال اجتماعه مع قيادة الحزب الحاكم ووجه كيم جونج أون بإجراء مناورات حربية من أجل تجريب الأسلحة الجديدة لقيا ستة أشخاص على الأقار لمسرعهم في حريق غابات نكتاحة مساحات في جزيرة ماوي الواقعة ضمن أرخبيل هواي وفق ما أفاد مسؤول محلي وقال رئيس السلطة المحلية في مقاطعة ماوي إن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة مضيفا أن الحصيلة أولوية أو أولية يأتي ذلك فيما أعلنت مساعدة الرئيس التنفيذي لولاية هواي حالة الطوارئ قال رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو إن الأزمة في النيجر تشكل تهديداً وجودياً للمجموعة الاقتصادية للدول غرب أفريقيا إكواس وذلك قبل قمة يعقدها التكاتل الإقليمي في ناجيريا لبحث الأزمة في منطقة الساحل وأضف رئيس غينيا بيساو أن الوضع الذي تمر به إكواس مثير للقلق ومشيراً إلى أن هذه المنظمة كانت حتى الآن الأكثر أماناً والأقوى في القرى بأكملها لكن ما يتم حالياً يجعلها معرضة للاختفاء رياضياً تأهل الهلال السعودي إلى المباراة النهائية من بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال بعد فوزه على مواطنه الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور النصف النهائي من المسابقة المقامة في السعودية كما صعد النصر السعودي إلى المباراة النهائية من البطولة ذاتها بعد تغلبه على الشرطة العراقية بهدف نظيف يلتقي النصر مع الهلال في النهاي ترجمة نانسي قنقر